السلام عليكم الإخوان حياكم الله معكم أخذيكم علي باريش دائما فيما يخص قضية صحراء المغربية وهي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم فبعد الإعلان التاريخي لسفير المغرب وممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة السيد عمر هلال بعدم استقبال سكان مخيمات تندوف كعائدين للمغرب مستقبلا وقال إلا المحصيين في اللوائح الإحصاء الإسباني لسنة 1974 والأبناء دياله هذا التصريح لعمر هلال دار واحد ضجة كبيرة في مخيمة تندوف واليوم كان واحد الاجتماع بين الشيوخ وممثلي القبائل الأزوادي ومخيمة تندوف أبراهيم غالي بغير يعرفوا المصير ديالهم وما محل لهم من قضية صحراء وشنو غيكون في المستقبل بطبعة الحال مهما كان حل قضية صحراء المغرب مستحيل يقبل أشخاص عائدين من مخيمة تندوف غير صحراويين وإحنا كنا عرفوا درايكاتي هي على أنه 90% من سكان مخيمة تندوف ليسوا صحراويين أزواديين وجزائريين وموريتانيين ومن نيجر ومن بليات تانية جلبتهم البوليزار والجزائر وطنهم في مخيمة تندوف على أساس أنهم صحراويين ويتدعون أنهم شعب يطالب بالاستقلال والمغرب احتلال ونحن مستوطنين اليوم كنت استغرب وكنتعجب وطار انتباهي واحد تسريبات صوتية بغير نشاركها معكم صحراوية من صحراء المغربية داخلها في نقاش مع أزوادي من مخيمة تندوف هات الصحراوية كتقول هات الأزوادي انتي وما أشد خلكم في قضية صحرا تيقول لنا احنا جابنا الحماس وجينا عد خوطنا الصحراويين وزينا نستشهدوا وكتر من هذا كينسب نفسه للصحراء المغربية وتيقول عدنا قرعتنا فيها ووصولنا فيها هذا الشخص كيتكلم من غير المنطق إلا هو وغير حرر الصحرا وأن الصحراويين هم قبائل اللي هم متواجدين في صحراءنا المغربية ومتواجدين بعض منهم من نفس القبائل في موريتانيا والبعض منهم كيتواجد في الجزائر والآخرين كيتواجد في الأزواد وما نفس القبائل فعلاش ما يتكلمش على الصحراء الجزائرية وجنوب الجزائر إلا هو بغي يحرر الصحراء يمشي يحرر الجنوب الجزائر سبعوا التسريبات حياكم الله وياحي الشعب المغرب العظيم للأخ اللي يتكلم ويقول وحدين جاب سأل جايبوا جايين عارفين ذاللي مدافعين عنهم راهي أهل الصحراء قاعدت عنها أترابهم متزعوا الخلق الثاني اخباروا جابوا واستشهاداش وما الله كله اللي يتعدلون نا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه شهادتاش سمس شهادة شعندكم لهم الدلاي في النصوص وفي القرآن الحد جاء من ذاك هو الحقيقي اللي عدلت الجفة من دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه ذاك الزات ذاك الخلق الثاني علاش ما يعنيه علاش ما يعنيه هذه الناس سمعت ان فم مدا منه للصحراء ولا تقلط مولي يا ذاك عنه من يعار كان أمره والله راشد حسوا بعض قاينه من يعارف المهم هذا الشعب شعب واحد جزع واحد ليتجزع هذا الله شعب الصحراء عام متن سياني منه اللي في الزواز واللي منه في الصحراء لأن نفس القبائل اللي في الصحراء رام في الزواز نفس القبائل أفهمت؟ وذي الشعب جابوا الحماس جابوا الحماس أن بنعوا متهم انتهكت أرضهم انتهكت حرماتهم وجابهم الحماس دفاعا عنهم واستشهدوا معاهم دفاعا عنهم الحماس ودفاعا عن أرضهم وعرضهم ما تقول جابهم جابهم شنهي؟ أصلا ذا الشعب اللي في الصوات جاي من الساقية الحمرة هذا الرقم عندي أنه ملاه قالب هذا الشعب اللي في الصوات تسعين بالمئة منه جاي من الساقية الحمرة وأصول وأشداد وفهم يقد يعود أمتن منك أنت تتكلم فهم هذا فهمت وجابهم الحماس يقد يعود الصلاك اللي جابهم يقد يعودوا قاطين فيه وقد يعودوا المهم منهم هو بعد ما ينقال ما ينقال جابهم هذا فهمت جابهم الحماس حق عقب ذاك الص مثلا ينتزعوا منهم حقوقهم والله ينتهكوا لهم وأعراضهم والله ينحقروا ذاك ذاك اللي يحقرهم هو هو اللي يتحمل المسؤولية أما أنهم هما تقول لي جابهم جابهم هذا شعب واحد لا يتجزع جزع واحد لا يتجزع نفس القبائل اللي في الزواد أراي في الصحرة والشعب اللي في الزواد تسعين بالمئة منهم من أصول خارجه من الساقية الحمرة ولا تكون قاضوا سأنا راهون يتكلم يعود عارف عناش متكلم يعود عندو الشيء على كلام وذا خصو يبين يبين علاش متكلم يعود يبين ما هنو لا يمشي في الأوديوات في الفراقة يا هماد الشعب الصحراوي أكثر ذا اللي منه هون وما أني مدافع مع إبراهيم عن إبراهيم لا لا إبراهيم كان واحد منه الجبهة وتحاق روجه ورجع للحق اللي قلت نتها ورجع للصواب سمع يا قيل الجبهة ما هنها لا ذاك الخط الجبهة هاللي هو صحراوي لا أكثر الصحراويين هون كلها حركة مبليداتها يا وش ري تقول لها أنت عنا حتى أيما هي لصواب وليها لحق رغم قلت لك هون أنت أكاتب هون هم هالأزواد عادوا من الساغية الحمراء وظاحك هون الزواد هذا نحنا كيف نقوله هو زواد نكونوا مخطيين لأنه زواد هذا جامل ياسر جامل ياسر من البشر في مثاب الدولة فيه الصونغاي نوجه هناك ال Among the peoples هناك العرب quiência هناك ووال pros교 ولكن ذي الفائق اللي نتكلموا نحنا عنها ذي الفائق الناتكلموا نحنا عنها اللي هي العرب اللي نتكلمو نحنا عنهم هذه م quantение من MU kurz من الساقية الحمرة اللي بقيت نتضحك ولي بقيت بكي ولي عدتم اللي مكذب فيه اجبد تواريخك ونجبدو لك اللي عندنا وتعقب يا غير مايخي تعقب تلقى روحك انت اللي ما عندك شيفر ونقول لكم ولي ان هذا الشعب اللي في شمال الزوات هذي قبائل عربية حسانية جعفرية هاشمية ومغلب ومعظمها من حدر من الساقية الحملة ها فمت وفم بنعمتهم موجودين فم الآن وما تقول اجابهم بلقهم حق ان اخوتهم انهم اعتدى عليهم ها فمت وجاوهم يدوروا منهم العون وعاونوهم وضحاوا معاهم بالقالي والنفس نساء ورجال شيوخا وشباب ها فمت معنات هون ان عاد عندهم حقوق في الجبه عقب ذلك تؤدي الجبه حقوقهم والله توكل حقوقهم الله سهل المهم انهم هون ما تقول شي اجابهم عندي عنه جابك اللي انت قاعدهم ولا الرقم هذا هو اللي اجابك اللي انت باركم عن روق والاصول والتوارق نلقوا وكنت اللي ما جايبكش هذي قبائل عربية حسانية هاشمية جعفرية معظمها من حدر من الساقية الحمراء ووادي الذهب ها فهمت واللي وجع الصحراء يوجعها واللي قال واللي حست من الصحراء تحس به يامس سابق اليوم رانك غالب السلام عليكم الاخ البربوشي اللي انساعدكم نعرف باش نساعدكم يا غال ما نجي انا من رأسي مدخل بشي ما لا يعنيني لا لا قد نساعدكم ماديا قد نعود معاكم قلبيا نقدم معاكم في العواطش يا غال شي ما يعنيني ما يعني ما العلاقات الدموية مبينها بعض الناس كاملة مبينها العلاقات الدموية وكننا مستاني وكننا مارك مستاني غال كلها تابع للدولة وكننا عنده سياسة خاصة لتنفيها شي ما يعني ما يعني شكرا